السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفد مرحبا بكم في هذا الفيديو سنشتغل على النص الوظيفي سالم والحاسو إذن بداية نبدأ بألاحظ وأتوقع إذا المطلوب أصف الصورة المرافقة للعنوان إذن هذه هي الصورة المرافقة للعنوان إذن نلاحظ فيها طفلا وحاسوبا وهما يتحاوران ويتحدثان ويتناقشان إذن المطلوب ماذا يقول الطفل للحاسوب ثم ماذا يقول الحاسوب للطفل إذن يمكن أن نقول على أن الطفل يقول للحاسوب أنت سعرك غال وثمنك باهد فهل تستحق كل هذا الثمن ثم يرد الحاسوب مجيبا الطفل نعم فرغم سعري الباهد وثمني الغالي فأنا باستطاعة مساعدتك وأن أقدم لك معلومات كثيرة وأن أفيدك في كثير من الأمور إذن بداية سأقرأ النص تابع معي إذن سالم والحاسوب كان سالم يتجول مساء مع أمه في أزقة المدينة توقف أمام واجهة محل لبيع الأجهزة الإلكترونية لأنه أراد اقتناء حاسوب محمول رأى واحدا صغير الحجم فدنى ليقرأ ثمنه قائلا في نفسه لعل هذا الصغير يكون ثمنه في متناول تراجع سالم إلى الوراء تراجع الخائفي لأنه سعق من سعره الباهد هل يستحق هذا الحاسوب الصغير هذا المبلغ الكبير وإذا بالحاسوب الصغير يرد ردا قويا وهو يمتلئ غضبا أنا لست صغيرا كما تظن أنا حاسوب عملاق لا نظير لي في أي مكان آخر ولهذا تجد ثمني غاليا ألا تخجل من نفسك أيها القزم كيف تدعي أنك عملاق وحجمك صغير لا يتعدى عشرين سنتيمترا طولا على خمسة عشر سنتيمترا عرضا أعرني أذنيك قليلا ليس التفوق بالكبر ولا بالصغر في الحجم وإنما بالعمل والجد والنشاط والدقة وأنا برغم حجمي الصغير فإن دماغي كبير وما الفرق بينك وبين الحواسب الأخرى يكمن الفرق في سرعة الفائقة عند إجراء العمليات الحسابية وفي قدرتي أن أنفذ العمليات تنفيذا سريعا هذا شيء مدهش مدهش حقا لكن بماذا تفيد نقوتك وسعتك وسرعتك ودقتك إنني أفيد في مجال الأحوال الجوية وفي تسيير وتدبير المقاولات وفيما يطرأ فجأة من صيادرات وإعصارات وزلازل وبراكين كما أنني أفيد الشركات القبرى والباحثين فائدة قبرى في إعداد الخرائط والرسوم البيانية والصور والأشرطة أما أنت يا ولدي فإني أفيدك في مراجعة دروسك والبحث عن معلومات حول الطبيعة وبلدان العالم وأفيدك في تعليمك لغة أجنبية وأسليك بألعابي وأساعدك على التواصل مع أصدقاء عبر الأنظمة وتطبيقات التواصل التي أتوفر عليها عبر الأنترنت والسكايب والتويتر والفيسبوك أعترف لك بأنني أقف أمام عملاق حقا لأنك أقوى وأسرع جهاز حاسوب في العالم رأته عيناي وسمعته أذناي برغم حجمك الصغير جدا فيا لفرحة صاحبك بك اعتراف أعتز به يمكنك الاستفادة من خدماتي لكن لا يجب أن تسرف في استعمالي بل عليك أن توزع وقتك اليومية مثلا حصة للمراجعة والدراسة وأخرى للعب في الهواء الطلق ووقت للاستمتاع في جلسة مع أسرتك وأصدقائك وصديقاتك ووقت لقراءة كتاب مفيد وإذا استعملت ما أتوفر عليه من وسائل الاتصال وجب أن لا يكون ذلك إلا مع أشخاص تعرفهم وتثق بهم وأن يكون في سنك ولا تروج صورك الخاصة وصور أسرتك وأصدقائك فإن تقيدت بهذه القواعد تقيدا تاما فإني صديقك ورهن إشارتك كي أرافقك وأعينك وأسليك إذن هذا هو النص إذن على بركة الله سننجز ما يرتبط به من أنشطة سنبدأ بأفهم وأحلل إذن المطلوب أكمل العنوان بما يناسب إذن العنوان هو سالم والحاسوب إذن سالم والحاسوب صديقان رفيقان عدوان متخاصمان يلتقيان كل يوم إذن يمكن أن نكمل أيضا ممكن أن نقول يستمعان لبعضهما البعض يستمعان لبعضهما البعض ممكن أن نقول يتحاوران ويتناقشان يختلفان ويتفقان إلى غير ذلك مما يمكن أن نكمل به هذا العنوان إذن ثانيا أكمل قائمة المفردات الخاصة بالحاسوب إذن شبكة مفردات الحاسوب إذن لدينا ملفات إذن هذا يرتبط بالحاسوب ذاكرة أيضا يرتبط بالحاسوب مفتاح التخزين أيضا ممكن أن نضيف برامج إذن برامج أيضا تتعلق بالحاسوب أيضا تطبيقات تطبيقات أيضا فهي ترتبط بالحاسوب أيضا أنترنيت أيضا يرتبط بالحاسوب ممكن أن نضيف أيضا تكنولوجيا إذن التكنولوجيا لها علاقة بالحاسوب ممكن أن نضيف كلمات أخرى مثلا شبكة أيضا ترتبط بالحاسوب أيضا كلمة تغطية إذن تغطية ترتبط بالحاسوب رقن إذن الكتابة على الحاسوب تسمى الرقن إلى غير ذلك من الكلمات ثم هنا لدينا أحدد معنى كلمة نظير في كل جملة إذن لاحظوا الجملة الأولى لدينا هذا لاعب لا نظير له إذن لا نظير له وهنا بمعنى لا مثيل ولا شبيه له إذن لا نظير له لا مثيل ولا شبيه له ثم في الجملة الثانية أهداني أبي دراجة نظير اجتهادي إذن نظير اجتهادي هنا بمعنى مقابل اجتهادي مقابل اجتهادي ثم رابعا أحدد ما يأتي أين كان سالم لماذا ذهب إلى هذا المكان هل وجد ما يبحث عنه إذن عنا ثلاثة أسئلة سنعود إلى النص ونبحث عن أجوبتها إذن أين كان سالم إذن نجد في بداية نص كان سالم يتجول مساء مع أمه في أزقة المدينة ثم لماذا ذهب إلى هذا المكان إذن نجد أيضا توقف أمام واجهة محل لبيع الأجهزة الإلكترونية لأنه أراد اقتناء حاسوب محمول إذن ذهب إلى هذا المكان لإقتناء حاسوب محمول أو لأنه أراد اقتناء حاسوب محمول ثم هل وجد ما كان يبحث عنه إذن نعم وجد ما كان يبحث عنه في محل لبيع الأجهزة الإلكترونية لماذا؟ لأنه فتتمت الفقرة الأولى نرى أو نجد رأى واحدا صغير الحجم أي حاسوبا صغير الحجم فدنا ليقرأ ثمنه قائلا في نفسه إلى غير ذلك إذن سنجيب عن هذه الأسئلة سنقول كان سالم يتجول مع أمه في أصدقتي المدينة ثم لماذا ذهب إلى هذا المكان؟ إذن ذهب إلى هذا المكان لاقتناء حاسوب محمول ثم هل وجد ما كان يبحث عنه؟ نعم وجد ذلك في محل لبيع الأجهزة الإلكترونية الآن نمر إلى السؤال الموالي إذن خامسا لدينا يتميز الحاسوب الصغير بمميزات خاصة عن الحواسب الكبيرة ما تلك التي ذكرت في النص إذن عندنا هذه الاختيارات الحجم الصغير سرعة التنفيذ فوائد اقتصادية خزان المعطيات تنزيل البرامج والتطبيقات إذن سنرى ما ذكر من هذه الفوائد التي ذكرت في النص إذن نبدأ بالحجم الصغير إذن فنجد هنا أرأى واحدا صغير الحجم إذن الحجم صغير ثم أيضا الخاصية الثانية سرعة التنفيذ فنجدها هنا أن أنفذ العمليات تنفيذا سريعا إذن السرعة في تنفيذ العمليات ثم أيضا خزان المعطيات خزان المعطيات نجد هنا إنني أفيد في مجال الأحوال الجوية وفي تسيير المقاولات إذن هنا ممكن المقاولات أن تدخل معطياتها فيه كما أني أفيد الشركات الكبرى أيضا إدخال المعطيات وتخزينها فيه ثم أيضا تنزيل البرامج والتطبيقات إذن تنزيل البرامج والتطبيقات نجدها هنا وأساعدك على التواصل مع أصدقاء عبر أنظمة وتطبيقات إذن تنزيل البرامج والتطبيقات إذن هذه المميزات المذكورة في النص نجد أنه صغير الحجم إذن مذكورة في النص ثم سرعة التنفيذ كذلك فوائد اقتصادية غير مذكورة في النص بما أن تمناه غالي هذا إذا اعتبرنا أن الفوائد الاقتصادية مرتبطة بغالة أو بثمن هذا الحاسوب ثم خزان المعطيات كذلك مذكورة أو موجودة في النص ثم تنزيل البرامج والتطبيقات أيضا سادسا أصل ما يتوفر عليه الحاسوب بالفائدة المناسبة له إذن الملفات المكتوبة والمصورة والصوتية هل فائدتها هي التسلي أم التعلم أم التواصل إذن في النص نجد أما أنت يا ولدي فإني أفيدك في مراجعة دروسك والبحث عن معلومات حول الطبيعة وبلدان العالم وأفيدك في تعليمك لغة أجنبية وأسليك بألعابي وأساعدك على التواصل مع أصدقائي مع أصدقاء عبر أنظمة التواصل أو أنظمة وتطبيقات التواصل إذن الملفات المكتوبة والمصورة والصوتية ففائدتها هي التعلم ثم التطبيقات إذن في النص نجد يمكنك بوسطة هذه التطبيقات يمكنك التواصل أو التطبيقات التواصل التي أتوفر عليها عبر الأنترنت يمكنك التواصل مع أصدقاء عبر هذه الأنظمة من خلال هذه التطبيقات سكايب، تويتر، الفيسبوك إلى غير ذلك إذن التطبيقات فهي تفيد في التواصل كذلك في التسلي هناك تطبيقات ألعاب ألعاب إلى غير ذلك أيضا في التسلي ثم الأنترنت يفيدنا في التواصل وأيضا في التعلم أيضا في التعلم الفيسبوك أيضا فهو وسيلة من وسائل التواصل وسكايب كذلك فهو وسيلة من وسائل التواصل سابعا كيف يوزع سالم وقته إذن هذا مدقور في النص إذن في النص نجد يمكنك الاستفادة من خدماتي لكن لا يجب أن تسرف في استعمال بل عليك أن توزع وقتك اليومية مثلا حصة للمراجعة والدراسة أخرى للعب في الهواء الطلق ووقت للاستمتاع في جلسة مع أسرتك وأصدقائك وصديقاتك ووقت لقراءة كتاب مفيد إذن يمكن أن نقول بهذا الخصوص يوزع سالم وقته بتخصيص حصة للمراجعة والدراسة وأخرى للعب في الهواء الطلق ووقت للاستمتاع في جلسة مع أصدقائه ووقت آخر لقراءة كتاب مفيد إذن هكذا يمكن أن يوزع سالم وقته ثامنا ما النصيحة التي لم يقدمها الحاسوب لسالم إذن عندنا هذه النصائح لا يتصل بأشخاص مجهولين إذن هذه قدمها له بحيث في النص نجد وجب أن لا يكون ذلك إلا مع أشخاص تعرفهم وثثق بهم إذن الأشخاص المجهولين لا يجب أن تتواصل معهم أيضا وأن يكونوا في سنك ولا تروج صورك الخاصة وصور أسرتك وأصدقائك فإن تقيدت بهذه القواعد تقيدا تاما فإني صديقك ورهن إشارتك إلى غير ذلك إذن انطلاقا من هذا نجد على أن نصيحة التي لم يقدمها الحاسوب لسالم إذن نصحه بأن لا يتصل بأشخاص مجهولين أن يتصل بمنهم في مثل سنه أن لا يدخل مواقع خاصة بالكبار لا يروج صورا شخصية لا يلعب بألعاب عنيفة إذن هذه النصيحة لم ينصح الحاسوب سالما بها إذن هذه النصيحة لم ينصح بها سالم تاسعا أرتب في جدول مزايا الحاسوب ومخاطره إذن سوف نرى مزايا الحاسوب الفوائد ديالو والمخاطر ديالو أيضا التي قرأت عنها في النص وأناقشها إذن يمكن أن نحدد مزايا الحاسوب ومخاطره كما يلي إذن نبدأ بالمزايا إذن هناك السرعة الفائقة عند إجراء العمليات الحسابية الدقة في تنفيذ العمليات تخزين المعطيات تنزيل البرامج والتطبيقات المساعدة في الدراسة البحث عن معلومات في شتى المجالات التواصل مع الآخرين والتسلية إلى غير ذلك من المزايا والفوائد أما فيما يخص المخاطر إذن مخاطر الحاسوب منها ما ذكر في النص ومنها ما لم يذكر إذن هناك التأثير السلبي على صحة الإنسان والتسبب في عدد من الأمراض إذن هذا من مخاطر الحاسوب رغم أنه لم يذكر في النص ثم الإدمان على الألعاب العنيفة أيضا أيضا التواصل مع الغرباء والمجهولين إذن هذا من مخاطر الحاسوب ثم المضايقة والتحرش وأخيرا لاعتداء على الحياة الخاصة مثلا صرقة الصور الشخصية والعائلية ونشرها في مواقع أخرى إلى غير ذلك إذن هذه هي مزايا الحاسوب ومخاطره أيضا سؤال العاشر أذكر أمثلة عن خصائص الحاسوب الصديق للأطفال إذن هنا لدينا الابتكار التسلي التعلم التواصل وممكن أن نضيف الإبداع المساعدة في الدراسة التواصل مع الآخرين وتبادل الأفكار والمعلومات إلى غير ذلك ثم السؤال العاشر أشخص مع زملائي وزميلاتي مشهد مصرحية بين الطفل والحاسوب إذن هذا النص يمكن أن نشخصه كمصرحية أو كحوار بين تلميذين أحدهما يمثل دور الطفل والآخر يمثل دور الحاسوب الآن أبحث عن أسماء أجزاء الحاسوب إذن من بين أجزاء الحاسوب هناك الفأرة هي لسوري لوحة المفاتيح الكلافيير الوحدة المركزية هي لونيتي سنترال الشاشة أيضا لكوان الكاميرا إلى غير ذلك من الأجزاء التي نجدها في الحاسوب إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء بحول الله